موسيقى 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 السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة وانطباعات وان بيس حلقة ثمانمية وواحد وثمانين قبل لنبدأ لا تنسون يوم الثلاثات تابعونا على البث لان قيانة موعدة من الجمعة الى الثلاثاء وحيكون بعد صلات العشاء الساعة ثمان ونص او الساعة تسع لكن كل يوم ثلاثاء افضل من الجمعة الجمعة بيكون مشغول جدا اليوم هذا خصوصا جاي رمضان جماعات رمضان في اشيئ كثير تصير يوم الجمعة سفرات نروحاتنا فعشان يتأخر عليكم البث خلينا يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ننتظركم على اليوناو تويتش واليوتيوب والحين خلونا نبدأ طبعا انا مقدر وضع كل المستعين الحين من الفلاشباك والذكريات اللي تيجي وجهة نظري انا افضلها على الفلاشباك على الاقل نشوف الماضي الحلو حق ونبيس برسم اجمل وهذا شيء اثبت في الحلقات تليفات قاعد نشوها برسم اجمل حقائق كنا ناسينها او اي شيء ما وضحها الاستوديو قاعد يوضحها اكثر في الفلاشباك افضل لي من الفلر ايضا الكاتب يمر بازمات خليها كتابتها للمانجا بطيئة فعشان كذا في تقارب فهم يبون يوسعون فهم ما بين التنطيط وما بين الفلر انا وجهة نظري الشخصية افضل الفلاشباك على الفلر ما هيقدم ولا ياخر في القصة الا والله اذا كان يجبوني فلر كوميدي زي اللي صار لما انزلوا من سكايبيا ممكن غير كذا انا ما افضل فهذه وجهة نظري قلونا نسترجع الاشياء الجميلة اللي صارت في الحلقة لكن قلونا نبدأ من البداية من البداية يجبين لك مقر البحرية ساكازوكي اكاينو غاضب لما سمع ان فيجيتورا عاد لما تجون قبل من قبل لما انتهت احداث السرزة اكاينو قال حق فيجيتورا لا توريني واجهك في اي مقر بحرية برسلوفي ولي اجب الوقت فقال لذلك الميزة انا ناويه في ذكرة في الانطباعات كثيرا ان قصد فيجيتورا لذا انا ناويه ان انا برسلوفي وكانوا مهنين على هذا وانا قلت بوقتها لا لما قال هذا الميزة لا قصد ان البرسلوفي ان انا قصد ان انا اضعيك واجهي اعلم بخير لك وكان وقتها سينجوكو يضحك عن الموضوع الغريب في ذلك الفترة ان كيهوتي عندما رأيت تصرفات فيجيتورا قال له ما هو رأي الثور الأخضر الأدميرال الثور الأخضر في اللي قاعد يصير وكأن الأدميرال له سلطة معينة له كلمة معينة مكانة معينة ما قاله ما رأي سينجوكو قرب أكاينو كيزاو ما رأي الثور الأخضر في اللي قاعد تسويه أو اللي قاعد يصير هنا رجع فيجيتورا أكاينو كان يكلم شخص بتكلم عن المشهد هذا قال اعتقد معناها أدميرال ما ذكرت الكلمة اليابانية لكن في الترجمة أكتبه أدميرال فكأن أكاينو يقول وين الأدميرال تسوي حيالها الأمر فهل هو يقصد هنا الثور الأخضر أيضا فإذا كان أكاينو وكيهوتي يقصدون الثور الأخضر إذن فيجيتورا كان غائب عن ساحات المارين وما شفناه في الحرب العظمى وما شفناه في أي مكان وهو قال أنا جنرال مستدعى حديثا فإذا كان فيه جنرال مستدعى حديثا فيفترض أن الثور الأخضر كان موجود قبل ولكن نحن لم نعرفه والذي استدعى فيجيتورا هو الثور الأخضر بتزكية منا وإذا كان الثور الأخضر يستطيع استدعاء أو تزكية أدميرال فهو شخص دون مكانه هل هو من التينوينوبي؟ هل هو من الجروسي؟ يعني لح علاقة فيهم ولا هل هو من الجيوش الملكية؟ هل هو واحد من السيفربول من قوته تم تلقيته إلى أدميرال؟ فله قدرات خاصة ومكانه خاصة نيرشح الغير في النظم العدارية لما أحد يسوي خطأ حتى لو أنا للسلطة العليا قبل أن أروح فتشوف مدير في وجه مدير طبيعي فيه مدير وفيه سينير مانيجر فيه مانيجر وفيه سينير مانيجر فحتى لو كنت أنا الديركتر أو القائد الأعلى فيه السبرفايزر على الموظفين فيه السينير مانيجر فيه السينباي فيه اللي جاء أنت بتزكية منه ولهما كان ما أبيع تجاوزها الحين وقد يكون هذا سبب غضب أكاينو على الجيروسي في لقاءه لما قالوا هل هذا هو المقصود أم لا؟ يعني لما نجعل بداية المشهد أكاينو كان غاضب الذي كان يبلغ بالتقرير عن قدوم فيجيتورا إلى قاعدة البحرية هو تي بون قاطع السفن تي بون قاطع السفن واضح أنه تي بون شكله كابي بيست منه لكن هنا في الرسم جابوه هزيل جداً مو بالهيبة اللي شفت زوره لما قصه وكأنه قطع طود كامل من الجبال هل هو أصيب بالهزل بعد هزيم تتعرف على فكرة طياره زور إلى البحر إذا كان مستخدم فقهة شيطان فمعنى أنه عانى الأمرين على ما تم إنقاذه أو أنه تغير رسمها أو أنه كان رسم من الاستوديو معنى بداية المشهد كان التحريك مرة مرة حلو طبعاً كيزارو كالعادة الجالس يشاهد بطريقته الاستفزازية بطريقته اللي متدي هل هو في أي جانب أنت الحين في جانب فيجيتورا في جانب أكاينو في جانب تينريوبي في جانب القراصنة وكالعادة هذا مخيف هذا مخيف طبعاً هم غيروا مؤدي الصوت لأنني سمعتنا مؤدي الصوت حقامات فما حسيت والله بالفرق ممكن لأنه طريقة أداء الجمل متشابهة بس أنا ترى عندي عيب في تمييز الأصوات يعني لا تأخذ بحكمي في هالموضوع فأكان يقول بلغوا الأدميرالكيكيوكي تصرف معه وكيف سمحتوا له يدخل قال أعطى أنه حجة شبه منطقية أنا قلت له لا أشوف أجهك في أي قاعدة مارين ولما جاء قال هذه ليست بقاعدة مارين لأن هذه قد تعتبر قاعدة رئيسية أو أنها راح للقديمة اللي تم تدميرها يعني أنا جيت من القديمة اللي تم تدميرها ونتو ألغيتوها فما لكم حق تمنعوني يدخل أنا داخل من القاعدة القديمة القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة ترى كلها تحت ماريجو وهو مكان يبغى فيجيتورا يصل إلى ماريجو فأعتقد أن فيجيتورا راح من المدخل القديم واضح أنها مكسر لما جاء صوت فيجيتورا يتكلم ففيجيتورا راح من المدخل القديم فقال هذه ليست القاعدة تبا حينيج أن أكاينو غيرها القاعدة هذه تدمرت مرتين مرة لما راحل تشيكي بانتقم أو بثور على عدام روجر ودمرها الثانية لما دمرها الويت بيرد فأكاينو اضطر أولا أن يغيرها لأن يبغى قاعدة فعلا حصينة منهزت هيبتها وصوراتها من قبل والشيء الثاني أن يبي قاعدة تواجه العالم الجديد كتحدي لليونكو انتو بتشوفون عصر جديد انتو بتشوفون عصر القواصنة أنا بريكم عصر البحرية الجديد وبنشوف منه اللي بيقدر يسيطر منه اللي بيقدر يستولي على المجد فهذا كان القصد أكاينو فعشان كذا فيجيتورا للقاعدة القديمة اللي يتمثل المبادئ القديمة اللي يتمثل الأسس القديمة اللي يشوفها فيجيتورا شبه محترمة أنا هنا طبعا أكاينو كان غاضب ومستفز جوابوا سينغوكوا ويشمت فيه اوه المدير شفتوا شك أنت عاني شفتوا شك أنت عمر فيه كسروا كلامك قال له كلتبن يا شبه متقاعد ما لك خص هنا عساءة أدب يا اكاينو غيرت انا ما احترم سينجوكو وقلتها في نطبع المباشر سينجوكو وصف رجب باسوء الكلمات سينجوكو تحارب مع الويت بيرد بالخبث والجبن مش الجبن حقابدو حمال الهيزان لا الجبن يعني ما واجهه يعني اكاينو هون اللي واجه الويت بيرد كيزارو واجه الويت بيرد او كجي بس سينجوكو ما واجه حتى الويت بير قاعد بالخيوط حقيت ابو فوق انا شخصيا فقط احترامي يعني لكن يا اكاينو ما توصى انك تب مديرك كذا لكن سينجوكو تستاهد انت اللي سمحت الاكاينو ياخذ مكانك سينجوكو راح قام يأكل جائزات لوفي للعنز حقيته ويذكر انجازات لوفي اللي سواها وكيف انه فعله لما راهن عليه الويت بيرد كانون عنده حق جابوا صورة الويت بيرد واقفوا قدامه جنود البلاك بيرد هذا ما اقول لكم يا فلاش باك هذا فالديني انتبحت للمنجل هل المنجل للشخص هذا اللي عنده اجني حتى تصيقر ام للشخص الثاني اللي هو الدكتور جيرم اعتقد كان اسمه كذا دكتور جيرم كل اغلط في اسمتها اللي هو كب الخيلة الدايخة هذا المنجل المرعب كأنه رز المزدوجة حق الدقون دايزر يا رجل الحلقة هذه ذكرتني بقون دايزر ومازنجر هذا عنده المنجل المرعب هذا وذكراته باقي ويطلق يده كنمازنجر يا رجل انصبت للتصريق aquí هي نفس النفسية ويطلق يده فعجبتني لكن اللي في فترة انتباهي في الفلاش باك ما اجللا طبعا ما اجللا لما بتكلم عنه اسطوريته خطيرة طبعا نتو ترون زي هلك الننازي اوه موش المقصود فيه الننازي المقصود فيه انه السادي فيه الساديين اللي اخمح ديون النازيه رمز لهم فهو سادي السجان السادي لكن السادي اكثر منه وليما قد الرمز اكثر منا هو شيريو فما جلاً هذا هو شيء رمزيته الشيء الثاني قرون الشيطان اللي عنده الشيء الثالث وجه المدموج ما بين الخفاش والبابون قرود البابون من ملوك القرود في الأساطير الصينية يعتبر من أقوى القرود الحكيم يعني يعتبر يعني سادي بس عنده حكمة جايبينة الرابع أجنيحة الخفاش اللي على ظهره كأنه الكونت دراكولا تجمعهم تشوف شكل مرعب يا رجل رسمينه رسم مرعب جداً وينتج السم كفاكهة براميسيا أنا كنت أظن لوقيا لها لفاكهة براميسيا اللوقيا أنك تتحول إلى عنصر طبيعي السم قد يعتبر عنصر طبيعي لكن لما تحول إلى الهيدرا زي ما قالها في الأنمي أو هايدرا هو الهايدرا الهايدرا كان أسطوري له جسد مثل جسد التنين لكن له روس مثل روس الأفاعي وله أكثر من رأس وكان مشكلة هايدرا هذا في مواجهته مع هراقل إنه لقصة رأس لعلى أكثر من رأس تم استخدام أسطورة الهايدرا في الكوميك مارفل لما تقطع راس يطلعون اثنين مكانه فلازم تضربه في مقتل وواجه هراقل معاه الأمارين إلى أن قتله فهنا مجلاً نفس الشيء لما تحكم بالسم وواجه له كان بسلوب الهايدرا فكيف تحول مجلاً إلى هيدرا هل هو الإرقاظ؟ هنا وضحوها أكثر لأن مجلاً كان يسبح في الهايدرا أطلق السم وقعد يسبح فيه عشان يتحكم فهذا شيء توضح من قبل ولا لا؟ لما نذاكر صراحة لكن إعادة الرسم بالجودة هذه صراحة شيء حلو ونمذكروني بهالنقطة إنه ما كان إيقاظه أن نتحول لمخلوق هيدرا لا الإيقاظ شيء آخر بالنسبة مجلاً إذا مجلاً ما كان عنده إيقاظه إنه هذا كان بس إطلاق كامل وكان يسبح فيه وقد يكون هذا الإيقاظ أن نحول محيطة كلها إلى سم على شكل حيوان وهو قاعد يسبح فيه فعندنا خيارين نقدر نختار أي واحد منهم حسب منطقياتنا حسب عاطفتنا إلى أن يوضح لنا الكاتب قدام هو كان يقصد بالشكل هذا الذي يطلقه لمجلاً نجي لمواجهة لوفي مع مجلاً لوفي قال أنه مستعد أخسر يدي ولا أخسر إيس فأعطيك يدي واخر عني قال ما بي يديك أنا بأخذ عمرك فتم التواجه ما بينهم المواجهة لما لوفي وجهت ضربة إلى معدة مجلاً أكد لي مليون بالمئة حين أنه ليس لوغية وأنه باراميسية لأنه يده ما مارت من مجلاً إذا لا نستطيع هنا نعتبر السم عنصر طبيعي لأن السم عنصر كيميائي ليس أنصر طبيعي أعتقد يعني ما بيأت فلسفة في شيء أنا ما أفهم فيه فلما وجهه لوفي ضربة إلى بطن مجلاً ومجلاً تأثر إلى الديوفي تأثرت أيضاً ومجلاً قال أنك تفي بكذا السم ليجعلك رح يقضي عليك لكن هذا الشيء يوسع عفق إلى موضوع هل كان لوفي قبل السنةين قادر على هزيمة ناس مثل مجلاً لو كان عندها الهكي نعم كان قادر لأنه لو استمر في القتال مع مجلاً لوفي اللي لم يجعله يوجه الضربة الثانية والثالثة والرابعة ويؤذي مجلاً الإذاء الغير طبيعي هو أنه لم يكن قادر يضرب الضربة الثانية فهذا هو السبب أيضاً أسطورية الامبلدون يا رجل أسطورية الامبلدون والأشياء التي رأيناها في الامبلدون من باقي مستر ثري مستر تو بون شان بعدين نزلنا إلى إيفانو كوف وإنزو ما التي رأيناها في الحلقة التي فاتت من الجيش الثوري ولما ننزل أكثر ونشوف جيمبي إيس كوكو دايل المحبوسين في هذا الحدث قتاله مع مجلاً قتاله مع شريون مطر وتدخل البلاك بيرد وطاقهما كان حدث مهين بالامبلدون بقدر حدث المارينفورد طبعاً الامبلدون حدث المارينفورد حدث الأرخبيل حدث يجتمعون في ملحمة اسمها الساقة هذه أرك 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 وفيه ساقة ساقة اللي هي تجمع الأحداث هذه كلها كبداية ونهاية ساقة حرب المارينفورد أو الحرب العظمى فالكل قاعد يقول الأشياء اللي سواها لوبي أكاينو قال كل ما استفزتني قال له أنا قضيت عليه قبل السلتين أكاينو لا تهايط إن كنت بتقضي عليه إن ما تركت رحمة وما تركت خيار كسرني على خشمك أكون معك صريح يعني خنكلم بعض لا تهايط ما عندك سالفة خلاص ابلعها ابلعها وسكت لا تقدر تهايط وتسوي فيها إن كان عندك وكنت أقدر وسوي 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 لا بلعها بلعها ما علي تعتبر مرجلة إنك تبلع غلطتك وتسكت وتحاول تصلح غلطتك هذا شي خليني أحترمك ابلع وسكت ابلعها انتهى الموضوع شنو كنت تقدر عليه قبل السلتين إيس وقفك كوكو دار تدخل جيم بيتدخل إبنو كوف تدخل الويت بياد الويت بياد الويت بياد أبي أنطق اسمه بشيء يمثل هيبته الصعب شنو هيقيا الويت بياد اللحية والبيضاء خلص سعفوا بكلين صعب أرض ما كنت تقدر تقتله ولما حاولت تكمل شنكسو شنطو شم شن شنكسو عبي يجيب صوت تيف على اسم شنكس مباف شن شن وقفك شتى بغانت لا تهايط انت قوي انت كان عندك قوة بس اعترف انك ما كنت قادر على لوفي قبل سنتين شن بارت وقفولك شن بارت لنزموك حدك مو بطيبة منك تركتها شغلوك عنه ايه قل شغلوني عنه قلوا اني ما خليتهم يصفون تركيزي عنه رح صدقك فلا تمثل انك تركتها طيبة منك فبالنسبة لي هذي يمكن اكثر شيء مميز في الحلقة انهم جابوا كنت تتمنى انهم يتكلمون عن بون كلي طبعا هذا مش من المانجا اللي بقوله الحين هذا شيء نسأل عنه الكاتب لما جابوا الذكايات بون كلي كتبهم يجبون رد بون كلي عن مكافأة لوفي بس كيف بيعرف بون شان او بون كلي مستر تو عن مكافأة لوفي الكاتب نسأل في لقاء معاه او عن طريق مجلة اللي كان يكتب فيها مجلة بس نسأل خارج اطار المانجا بون كلي اش صار فيها الحين اخر شيء شفناه ماسكة مجلة فايش صار في بون كلي في السجن فاصرح الكاتب زي ما قلتلكم هذي مش منغا انا اقوى تصيحات الكاتب مالي خص بالمنغا فاصرح الكاتب ان بون كلي الحين هو في المستوى خمسة ونص اللي هو نفس مكان ايفانوكوف وانه هو اللي يماسك الليفل هذا وبعيد في سلام عايش هو ماسك محل ايفانوكوف وقاعد يستني فوصوته زي ما كان ايفانوكوف استنى فوصوته للحرب وقاعد يستني فوصوته الخاصه للهرب وقاعد يدير المكان هذا وهذه كان المكان هذي يستفيدون من انهم يجبون لهم الاخبار يعفو مننها أخبار العالم عن طيق الجوالايدถوصل الامبلدان فكتأتمنى يجبون ردة فعل بون كلي كانت ليصير شيء رائع من اضاعة جزء كبير من الحلقة في في الفلاشباك مع ان انا مش ندمين على اضاعة جزء كبير من الحلقة في الفلاشباك لكن كنت اتمنى يعني بدل الفلاش باك خلك على بون كلاي رجعنا شوية باك البون كلاي بدل الفلاش باك بون كلاي موجود خلنا نشوف هده على الجائزة افضل جائزة لوفي جائزة الوونتن اشتوه مع مجلن اشتوه مع هانيبل بون كلاي الحي ماسك الليفل فايف فونس على فايف فونس وتعالى بص على الامم فبون كلاي موجود هناك كم افضل انك توريني بون كلايش قاعد يسوي افضلي 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 افضل والأفضلą منك توريني tuh لكن انا مجل ابنامان على فلاش باك لكن انا بعطيك خيرات افضل من الفلااش باك الفلااش باك فليش جدا Language الناس الحمسون من التضارض هل افضل لي والله ولا لا لكن الفلاش باك أحصلن في الفلا الفلاس باك is good كلام dur واعano طيب لديك خيرات افضل لفلاش باك نعم لديك خيرات افضل لك او اقوال تصريحات وهكذا كنت عندها علاقة بالقصة شديد شي مميز شي رائع تهد بالحديد أفضل من الفلاشباك و أفضل من الفلاشباك لكن لست أنا الكاتب ولست أنا المخرج لما أصبح محني أكون مخرج وكاتب أو الناصح لهم ممكن أنصحهم به الشيء لكن حالياً هذا اللي صار سريع الفصل في الأخير لأنا تضارب مشاعر أنا كنت عايش فيه أتمنى لأنطباع هذا عجبكم وفي النهاية يقولوا معي سبحانك اللهم وبيحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبريك إذا تشارك في القناة واللايك والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة